السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفية إزالة الصداء من الحديد بداية يمكن الاستفادة من عصير الليمون لإزالة الصداء عن الحديد وذلك من خلال مزج البوراكس أو صودة الخبز مع عصير الليمون ونستطيع أيضا دون إضافة هذه المكونات نستطيع عصير الليمون لوحده فبالتالي نقوم بوضع هذه المكونات التي ذكرتها إذ كانت تتواجد لديكم ونقوم بخلطها مع بعضها البعض حتى نكون عجينة ثم نقوم بوضع العجينة وتركها على ذلك الجسم الذي يكون مصدى حتى لمدة لا تقل عن ساعة تقريبا وفي حالة جفاف العجينة يجب رش بعض الماء من ثم إزالتها فبالتالي سوف نلاحظ النتيجة فالتالي نقوم بغسله بالماء وطفل لدينا النتيجة وإيضا هناك طريقة أخرى للأشخاص الذين لا يتوجد لديهم العصيرة أو عصيرة الليمون نستطيع استخدام البطاطا والصابون يمكننا إزالة الصدق من خلال تقطيع حبة من البطاطا إلى نصفين ووضع الجهة المخطوعة من البطاطا في صحن يحتوي على صابون غسيل الأطباق ثم نقوم بوضع البطاطا على المعدن وتركها على المعدن لمدة أو لعدة ساعات مما يسبب تفاعلا كيميائيا مع الصدق فتسهل إزالته وإذا لزم الأمر فإنه يمكن أن نكرر العملية مرارا وتكرارا حتى نحصل على النتيجة التي نريدها أو نريد أن نحصل عليها وكل ذلك يحتاج إلى الوقت إلى اللقاء